الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات في مساق مهارات إدارة المكاتب نستكمل اليوم إن شاء الله محاضراتنا في مساق مهارات إدارة المكاتب نحن في الوحدة الثالثة الرقابة المكتبية وتقييم الأداء لقد ناقشنا في المحاضرة السابقة مفهوم الرقابة المكتبية وأهميتها ومبادئ الرقابة وأساليب وطرق الرقابة ومن ثم عناصر الرقابة المكتبية اليوم إن شاء الله سوف نستكمل نظرية الرقابة وأشكال ومستويات الرقابة المكتبية والأدوات المستخدمة في عملية الرقابة في البداية نسترجع تعريف الرقابة بشكل عام ما المقصود أو الرقابة المكتبية ما هو المقصود بالرقابة المكتبية تحدثنا سابقا أن الرقابة المكتبية هي الوظيفة التي يتم من خلالها متابعة وضبط الأنشطة المختلفة داخل المنظمة أو هي العملية التي يتم فيها قياس العمل أو قياس العمل والأنشطة لفعاليات العاملين وذلك من أجل معرفة الأخطاء والتباينات والانحرافات والعمل على تصحيحها بشكل صحيح طبقا للأهداف أو الخطط الموضوعة مسبقا وتحدثنا أن الهدف الأساسي من عملية الرقابة في الأعمال المكتبية هي ضبط وتصحيح الأداء المكتبي بشكل يتناسب مع الأهداف والخطط الموضوعة سابقا وكنا قد تحدثنا عن أهمية الرقابة المكتبية والمبادئ الأساسية لعملية الرقابة وأساليب وطرق الرقابة المكتبية وعناصر الرقابة المكتبية من وجهة نظر كونتر وأودينيل يوجد هناك ثمانية عناصر أساسية للرقابة المكتبية وهي الأداء ومن ثم قياس الأداء ومقارنة الأداء مع المعيار ومن ثم ملاحظة التباينات وتحليل أسباب هذه التباينات ووضع برنامج لتصحيح الأوضع أو تصحيح هذه الاختلافات ومن ثم تطبيق التصحيحات والتأكد من تحقيق الأداء المرغوب هذه عناصر الرقابة المكتبية الثمانية وبناء عليه تشكلت ثلاث وظائف أساسية للرقابة المكتبية أو ثلاثة سمات أو خصائص وهي وضع معيار الأداء حتى تكون المراقبة أو الرقابة عملية جدية وتصل إلى الهدف يجب أن يتم في البداية وضع معايير لقياس هذا الأداء أو العمل بقياس الأداء وفحص نتائج هذا الأداء ومعاينتها ومقارنتها مع الخطط والمعايير الموضوعة سابقا ومن ثم تصحيح الأخطاء والانحرافات عن طريق تحديد أسباب هذه المشكلات أو أسباب هذه الأخطاء ومن ثم القيام بعمليات التعديل المناسبة من أجل تحقيق الأهداف كذلك تناولنا المثال السابق الذي يوضح الإجراءات الرقابية للأداء المكتب أو أي عمل مكتبي اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن نظرية الرقابة المكتبية نظرية الرقابة المكتبية تعتمد على عملية مستمرة من خلال دورة كاملة لعملية الرقابة تبدأ بمراجعة الأعمال ومن ثم تحديد مناطق الأخطاء والمشكلات وضمان التحقيق أيضا المناسب فيها أو ضمان التأكد من عملية الرقابة وذلك باستخدام أدوات وطرق الرقابة المناسبة ثم العمل على تعديل وتصحيح هذه الأخطاء بالشكل الصحيح الذي يتناسب مع أهداف العمل وذلك جميعه من أجل ضمان تحقيق الأهداف بالشكل المناسب أو كما هو مخطط لديه إذن هذه عملية أو نظرية الرقابة تتم من خلال اتباع دورة مستمرة أو دورة كاملة من العمليات ننتقل إلى الخطوة الثانية أو يوجد لدينا هنا مثال توضيحي يوضح دورة الرقابة المترافقة مع طباعة الرسالة ما هي الإجراءات التي يتم اتباعها في طباعة الرسالة؟ في البداية يتم أمر بكتابة الرسالة وهو تكليف العمل ومن ثم الأثر الذي يظهر هو الرسالة المطبوعة ولكن مع وجود أو اكتشاف بعض الأخطاء الموجودة فيها ومن ثم يتم عمل تغذية راجعة التغذية الراجعة في هذه الحالة تنقسم إلى مرحلتين مرحلة تقديم المعلومات عن الفشل أو عن الأسباب التي أدت إلى فشل أو خطأ في عملية الكتابة وتعديل وكيفية تعديل وتصحيح مصار هذه الأخطاء أو من أجل تلافيها وبالتالي ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي إعادة طباعة الرسالة بشكل جيد ومن ثم تعديلها بشكل مناسب وتسليمها إلى المراقب وبالتالي إتمام نجاح هذه المهمة هذه دورة عملية الرقابة المترافقة مع طباعة الرسالة ولكن في حال وجود مشاكل داخل المنظمة فكيف تكون عملية الرقابة؟ أو ما هي الخطوات التي يتم اتباعها في عملية الرقابة؟ نوجه هنا سؤال ما هي خطوات عملية الرقابة المتبعة داخل الرقابة المكتبية أو في العمل المكتبي؟ في البداية أول خطوة تتم في الرقابة المكتبية يتم فحص المنظمة وإداراتها المختلفة وتحديد الأفراد العاملين فيها ومسؤولية كل فرد في هذه الإدارات أو الأقسام والعمل الموكل إليه هذه أول خطوة اثنين يتم فحص جميع توصيفات العمل لماذا يتم فحص جميع توصيفات العمل؟ وكنا قد تناولنا سابقا وطلبنا من جميع الطلبة القيام بعمل توصيف عمل لمدير المكتب أو للسكرتير يتم فحص توصيفات العمل لأن توصيفات العمل تتضمن الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات أو الصفات أو الخصائص المطلوب توفرها في صاحب العمل أو في الشخص الموكل في هذه المهمة أو العمل فيتم فحص جميع التوصيفات للتأكد من أن المسؤوليات والواجبات التي يقوم بها الشخص تتناسب مع طبيعة العمل أو ما يقوم به داخل العمل أو في العمل كذلك الخطوة الثالثة يتم التأكد من ضمان وجود معايير ما المقصود بالمعايير هنا؟ المعايير هي السمات والخصائص المطلوب توافرها في كل عمل بهدف تحقيق الجودة الشاملة للعمل ومن ثم يتم التأكد من وجود معايير محددة ليتم فيها مقارنة الأداء بالمعيار ومن ثم يتم تحديد طرق العمل أو الآليات التي يتم فيها إجراء العمل وكيف يكون الأداء وجودة العمل هل هو جيد أم لا ومن ثم التكاليف المترتبة على أداء هذا العمل وذلك في كل أيضا عملية كتابية أو في أي عمل مكتبي مثال على ذلك عملية التصوير مثلا ما هي المعايير المطلوبة في عملية تصوير مستند أو تصوير ورقة أو كتابة أو طباعة ورقة ما هي طريقة العمل أو الأداء الصحيحة لتنفيذ هذه المهمة وهل العمل أو المخرج كان بنفس الجودة المطلوبة أم لا وما هي التكاليف الموجودة إثناء تنفيذ هذا العمل كذلك لدينا الخطوة الرابعة وهي فحص تدفق العمل يعني المقصود به فحص جميع الأعمال أو جميع المراحل التي تمر فيها أو يمر فيها إجراء هذا العمل وذلك من خلال إجراء عمل رقابي لجميع المراحل المتتالية للعمل زي ما حكينا في اللي هو مثال كتابة الرسالة أو طباعتها ومن ثم عملية استلام البريد أو من ثم عملية اللي هي الأرشفة يتم مراقبة جميع هذه الخطوات بشكل متسلسل لتدفق العمل النقطة التالية وهي فحص وتعديل الخطة الموضوعة مسبقاً وجداول العمل وذلك لضمان أن العمل يسير في تتابع صحيح وقابل للتقييم إذن يوجد لدينا خمس خطوات أساسية في عملية الرقابة أول خطوة فحص المنظمة وإداراتها وجميع العاملين فيها ومسؤولياته كل فرد داخل القسم المسؤول عنه ثم فحص جميع توصيفات العمل التأكد من ضمان وجود معايير لدى العمل وكيفية إجراء أو طرق لإجراء هذا العمل والتأكد من جودته وتكلفة هذا العمل ثم فحص تدفق العمل من خلال جميع مراحل العمل أو فحص أو عمل رقابي لجميع مراحل العمل ثم فحص وتعديل الخطط الموضوعة وجداول العمل لضمان أن العمل يسير بالطريقة الصحيحة بحيث يكون قابل للتقييم جميع هذه خطوات عملية الرقابة طيب كيف يمكن أن تؤثر عملية الرقابة على تحسين أداء العمل إذا قمنا بجميع هذه العناصر الخمسة السابقة كيف يمكن لعملية الرقابة أن تؤدي إلى تحسين العمل إذا تم القيام بهذه العناصر فإن عملية الرقابة سوف تتحسن وذلك من خلال واحد إعادة التنظيم والتخطيط وجدولة الأعمال يتم اكتشاف مواطن أو نقاط الضعف أو الأخطاء وبالتالي يتم إعادة التنظيم بالشكل صحيح لتلافي هذه الأخطاء وكذلك التخطيط ويتم إعادة جدولة الأعمال بطريقة صحيحة أو اتباع خطوات صحيحة لتلافي وجود الأخطاء كذلك مراجعة النظم والإجراءات المتبعة في العمل نفسه أو الخطوات العمل كذلك مراجعة توصيفات العمل للتأكد من وضع الشخص المناسب في المكان المناسب حسب مسؤولياته ومؤهلاته وصفاته الشخصية كذلك قياس العمل وفق المعايير أي يتم فيها مقارنة العمل بمعيار معين قد تم وضعه سابقا كذلك مراقبة الميزانية والتكاليف مراقبة الجودة الشاملة لجميع مراحل العمل كذلك جميع هذه العناصر تؤدي إلى تحسين نظام الحوافز لدى العمل هذه جميعا الأمور إذا تم اتباع خطوات الرقابة بشكل جيد فإنها تؤدي إلى تحسين العمل بطريقة جيدة يوجد لدينا أيضا أشكال الخطوة الثالية وهي أشكال الرقابة المكتبية طبعا هناك مجموعة مختلفة من أشكال وأنواع الرقابة المكتبية ولكن نحن سوف نتناول منها صنفين الصنف الأول المقسم من حيث المكان أو الجهة المنفذة لعملية الرقابة وتقسم إلى رقابة داخلية ورقابة خارجية والصنف الثاني من حيث زمن تنفيذ عملية الرقابة وتقسم إلى رقابة وقائية وعلاجية الصنف الأول من حيث المكان أو الجهة المنفذة لعملية الرقابة من المسؤول عن تنفيذ عملية الرقابة أو ما هو المكان أو القسم أو الجهة التي تقوم بعملية الرقابة يوجد لدينا رقابة داخلية ورقابة خارجية الرقابة الداخلية وتنقسم إلى رقابة مباشرة وتتمثل بقيام المدير شخصيا بعملية الرقابة ولكن الرقابة غير المباشرة الذي يقوم بعملية الرقابة هي الأقسام المتخصصة بعمليات المراقبة والتدقيق داخل المنظمة كوجود قسم للرقابة والجودة داخل أي مؤسسة هو المسؤول بعملية الرقابة ولكن الرئيس المباشر أو مدير المكتب هو الذي يقوم بعملية الرقابة فهنا في هذه الحالة تسمى رقابة مباشرة ولكن عندما يقوم بعملية الرقابة قسم الرقابة أو الجودة الموجود داخل المؤسسة يقوم بالتفتيش والرقابة على جميع أقسام المؤسسة ففي هذه الحالة تسمى رقابة غير مباشرة يوجد لدينا أيضا الرقابة الخارجية وهي متمثلة في مراقب للحسابات الخارجية والرقابة الحكومية مراقب الحسابات الخارجية كأن تستأجر المؤسسة موظفة من الخارج لمراقبة أو تدقيق حسابات المؤسسة كذلك الرقابة الحكومية المتمثلة في الوزارات والبلديات التي تقوم بعمليات الإشراف على المؤسسات مثل إشراف وزارة التربية والتعليم على الجامعات والمدارس سواء كانت الحكومية أو الخاصة كذلك البلديات وغيرهم من الوزارات كذلك يوجد لدينا التقسيم أو أشكال الرقابة من حيث الزمن وتقسم أو من حيث الزمن أي زمن تنفيذ عملية الرقابة وتقسم إلى رقابة وقائية ورقابة علاجية الرقابة الوقائية وهي الرقابة التي تعمل على منع حدوث المشكلات قبل وقوعها وذلك من خلال عمل الحلول اللازمة والاحتياطات والإجراءات الوقائية أو الطارئة اللازمة قبل تفشي أو حدوث هذه المشكلة كذلك فإن الرقابة الوقائية تهدف إلى منع وقوع الأخطاء منذ البداية وتمارس من قبل المدير المباشر وتعتبر من أفضل أنواع الرقابة وأدقها خاصة في المستويات الدنيا لأن المستويات الدنيا تكون أكثر عرضة للأخطاء لأنها تكون في العمل المباشر وبذلك تكون الرقابة الوقائية هنا أفضل أنواع وأدقها كذلك يوجد لدينا الرقابة العلاجية وهي الرقابة التصحيحية ولكن هي الرقابة التي تنفذ بعد حدوث المشكلة وبالتالي وبعد حدوث المشكلة الرقابة العلاجية تعمل على تصحيح هذه الأخطاء والمشكلات وعلاجها لمنع حدوثها مرة أخرى ويمكن الحديث عنها بأنها تعتبر رقابة سلبية لماذا؟ لأنها لا تمنع وقوع الأخطاء من البداية ولكن تنتظر وقوع الأخطاء حتى يتم الاستفادة منها عند إعداد خطط عمل جديدة وهي تكون في نهاية المهمة أي تكون بعد وقوع الخطأ مباشرة وبذلك تسمى رقابة سلبية ولكن الأفضل هي الرقابة الوقائية وهي رقابة إيجابية لأنها تكون أو تمنع حدوث الأخطاء وبالتالي تكون أقل أو تحافظ على جودة العمل وبالتالي تؤدي إلى تقليل التكاليف أو الخسائر الخطوة الثانية وهي مستويات وأنواع الرقابة المكتبية يوجد هناك العديد من مستويات الرقابة المكتبية هذه المستويات تتحدد بناء على المستويات الإدارية فكل مستوى يوجد لديه مستوى يراقب عليه وبدون طبعاً وجود نظام رقابي فعال شرط ضروري لضمان تحقيق أهداف هذه المستويات في البداية يوجد لدينا المستويات الرقابة المكتبية تقسم إلى رقابة على الإدارة العليا وتكون من الجهات العليا كالوزرات والبلديات رقابة على الإدارة الإشرافية وتكون من الرقابة العليا أو تكون من رقابة الإدارة العليا والرقابة التشغيلية في المستوى التشغيلي تكون من قبل رقابة الإدارة الإشرافية ما هي الأدوات التي يمكن استخدامها في عملية الرقابة؟ قد يستخدم مدير المكتب أو الشخص المراقب لأعمال المكتبية مجموعة من الأدوات الرقابية ما هي الأدوات الرقابية؟ في البداية يجب أن يتم أو أول أداية يتم استخدامها وهي تحديد المعيار المناسب لعملية الرقابة مثلا أنا بأحدد معيار لجودة طباعة الرسالة بأن لا تحتوي على أخطاء إملائية إلا بنسبة مثلا 1% فهنا تعتبر معيار ولكن إذا زاد عن ذلك يوجد هنا خطأ أو يتم المحاسبة عليه تخطيط برنامج للرقابة كيف يتم تخطيط برنامج للرقابة؟ وذلك من خلال وضع خطط لعمليات أو وضع جدول لأعمال عملية الرقابة هل الرقابة تكون يومية أو تكون شهرية أو تكون أسبوعية؟ وذلك من خلال وضع برنامج كامل لعملية الرقابة ما هي العناصر التي يتم الرقابة عليها؟ كذلك جدولة الأعمال حيث يتم فيها التركيز على الأعمال حسب الأولوية والأهمية واستبعاد الأعمال غير الضرورية هذا في عملية هي جدولة الأعمال كذلك الاستفادة من الآلات والتجهيزات المكتبية وذلك من خلال الاستخدام الصحيح لها هذه أدوات الرقابة كذلك يمكن برمجة هذه الآلات والتجهيزات بحيث تظهر متى تم استخدام هذه الآلات أو متى تم وجود عطل فيها وهي تعتبر من أدوات الرقابة المهمة في الوقت الحالي في عصر التكنولوجيا كذلك استعمال الطرق الإحصائية في عملية الرقابة مثل قياس نقطة التعادل وهي التي تقيس العلاقة ما بين المبيعات والتكاليف أو استخدام خرائط المراقبة أو الميزانية التقديرية كل هذه جميعها أساليب إحصائية يتم استخدامها من أجل عملية الرقابة إذن الأدوات المستخدمة في عملية الرقابة هي وجود معايير أو تحديد معايير لعملية الرقابة تخطيط برامج للرقابة جدولة الأعمال الاستفادة من الآلات والتجهيزات المكتبية في عملية الرقابة ومن ثم استعمال الطرق الإحصائية كذلك فحص النتائج والتأكد من أن النتائج مطابقة تماماً للمواصفات أو المعايير التي تم وضعها سابقاً كذلك استخدام ما يسمى بالتغذية العكسية للمعلومات وهي المتمثلة في الرقابة الوقائية وكذلك الضبط للتغلب على جميع الإنحرافات أو التباينات أو المشاكل الموجودة في العمل هذه الأدوات المستخدمة في عملية الرقابة في النهاية أعزائي الطلبة والطالبات أتمنى منكم الإجابة على الأسئلة التالية التي تلخص الموضوع بشكل كامل وهي تعريف مفهوم الرقابة على الأعمال المكتبية والتحدث عن أهميتها أذكر نظرية الرقابة المكتبية وعناصرها أرسم الشكل الذي يبين دورة الرقابة المترافقة مع طباعة الرسالة وما هي أشكال الرقابة المكتبية ومستويات الرقابة المكتبية وما هي الأدوات المستخدمة في الرقابة المكتبية يرجى الإجابة على هذه الأسئلة من خلال الدفتر الخاص بأسئلة المساق ويعطيك العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته